هني أتكلم معيك بقى عن موضوع العالم كله يتكلم عنه وهو كريستيانو رونالدو وانتقالاته في الفترة اللي فاتت ولو هنتكلم بالتحديد لانتقاله لنادي الناصر السعودي البعض شايف انه ده طبعا هيدي ثقة كبيرة قوي للدولي السعودي دي حاجة تانية حاجة كريستيانو رونالدو يمكن هو الأكثر متابعة على انستجرام بعدد يمكن تلتمية وحاجة مليون متابع حد فعال جدا واكتف جدا على السوشيال ميديا فيمكن ده هيدي طبعا ثقة لشكل السعودية الجديد الحاجات دي كلها عملية الانتقال دي أولا حصلت ازاي مين أقنع كريستيانو انه هو يروح دوري زي دوري سعودي وطبعا ده تاني بنأكد على ده أكيد هيدي ثقة كبير لي وهل كريستيانو هيتأقلم مع الأجواء في المملكة العربية؟ طيب بشكل عام الصفقة تمت ما بعد الحالة السلبية اللي كانت موجودة في ماشيستر رونالدو واحنا عارفين حتى إيركتين هاجة المدير الفاني لماشيستر رونالدو كان حالة من التزمر من كريستان رونالدو والحالة حتى فيما بينهما بين لعبي ماشيستر رونالدو ما كانتش حلوة بينما فيهم لعبين بورتغالين برونو سواريش على سبيل المثال ما كانوش بيساعدوه أنه يتقلق وهو حتى كنا بنكلم قبلها وفكرة أنه ميسي صديق والعيبة بتحبه لكن رونالدو صلب فعايز كله يخدم عليه ويبقى بشكل إشار بكده شكل حاد موجود فيما بين أي خلق أوردري يعني كأنه بالظبط كده فهو عايز يبقى قائد واللي حواليه عايزين يبقى قادة فمش مدينه الفرصة أنه يتنفس أو يبقى تقيل زي ما هو تقيل فضلا عن أنه كمان كان عايز يسيب منشيستر رونيتد وعايز يروح فريق لدوري أبطال أوروبا والفرق اللي رفضيته فقصت أنه مش مرتاح في منشيستر رونيتد دي خلت فيه حالة من عدم الراحة مستمرة مين اللي أقنعه؟ المبلغ المالي الضخم اللي تم عرضه حقيقي مبلغ كبير يتعدي 200 مليون استرليني ده مبلغ كبير وضخم جدا ليه المبلغ ده مراحش بيه دوري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى أو ينافس مع فريق حتى ولو في دوري سوسري بس بيشارك في دوري أبطال أوروبا مثلا فكرة الأرقام وتحطيم الأرقام أنه لا اللعب المالي نظيف يمنع ومن ثم حتى لو تفتكروا فكرة ميسي لما راح بريسان جرما أو الأرقام اللي بيأخذها كيلين المبابي أو الأرقام الكبيرة دايما القيادات العربية بريسان جرما نعرفين قيادة قطرية فدايما فيه فلوس بتضخب شكل أو بآخر فكان فيه مشكلة في اللعب المالي نظيف فقال لك لأ أنا روح لدوري مفيش فيه مشكلة أخد فلوس لكن اللي أنا عايز أقوله بشكل مختلف يعني وده اللي أكدته من المصادر يعني أنه قد يكون ست شهور مع النصر السعودي اللي هو العالمي هيكمل معاه اللي اختم هدأ الموسم احنا عارفين أن الماكبايز اللي هو نيو كاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي وفريق بينافس على المركز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي وهو من إدارة سعودية فعلشان ما يروحش بالمبلغ ده في الدوري الإنجليزي في اللعب المالي نظيف فأمور تتدخل من الاتحاد الأوروبي في حصل مشاكل قد يكون هناك أعارة من النصر لنيو كاسل يونايتد ده قد يكون أما بقولش معلومة مؤكدة بس ده في التفكير في التفكير وما حدش تكلم في الموضوع دوت لكن ده فكرة حقيقي وجدي لأنه الإدارة السعودية بتخدم على بعضها في فكرة أنه كريستانو يروح نيو كاسل يونايتد نيو كاسل دلوقتي مقرب فيه ما بين الأربعة الكبار طب ليه لا ما يشاركش السنة اللي جايها في دوري أبطال أوروبا مع نيو كاسل يونايتد مع التدعمات اللي هتتضرق أو هتخش على نيو كاسل كمان سهلا بقى كريستانو نجمة كمان صحيح احنا عارفين أنه دايما كرة القدم متحديدا فكرة الانتقالات سواء كانت الصيفية أو الشتوية دايما ما بتعتمد على مبدأ الوين وين مكاسب متبادلة سواء كانت للعيب أو للنادي هنا فين الوين وين يعني محدش شايف المكاسب المتبادلة للطرفين بالمناسبة بالنصر بالنصر هيبقى دعاية واسم كبير بيلعب عنه كل ماسوقية أكبر اه بالضبط لكن لكريستيانو كريستيانو هو عارف كواس قوي أنه لما هيروح النصر السعودي غير المكاسب الملاي اللي هتضخ بالنسبة له فكرة الشكل العام بالنسبة له النجاحات اللي بيعملها الوطن العربي في الفترة الأخيرة فاسمه هينتقل من مكانة لمكانة تانية مختلفة بيبص الأدام فكرة النظرة الأدام أنا ممكن ما أكونش بنفس النجومية اللي هكون موجود بيها في دوري من دوريات الأوروبية بس هكون الأعلى دخلا في العالم فالعين هتبص عليها بشكل مختلف تسويقي السوشال ميديا نفسها عملاله حالة حقيقي لو بنكلب على السوشال ميديا يمكن نادي ناصر السعودي حسابه على إنستجرام كان قبل كريستيانو رونالدو 860 ألف فالور النهاردة بنتكلم في خمسة مليون وربعمائة ألف فالور بعد انتقال كريستيان رونالدو حقيقي قيمة السوقية أكيد كبيرة جدا صحيح دي الوحدها بس حاجة بسيطة لكن هتضر مبالغ كبيرة جدا للناصر السعودي وعلى منظومة كرة سعودية لأنه دعم سعودي كامل إنه هذا راكل يكون موجود الناصر السعودي متصدر الدوري في 11 مباراة تفوق في 8 خسر مباراة واحدة بس وتعادل في مبارتين في الدوري كان لسه متعادل يمكن الجولة ما قبل الأخيرة مع الهلال كمان وفيز بالأمس على الخليج أفتكر في الدوري السعودي شكله حلو الناصر عايزي رجع عمجاده بس فكرة أنه ترويج للمملكة العربية السعودية والمبلغ المالي ده برضو مش من ناصر فقط ترويج للمملكة العربية السعودية الناصر ستضيف كأس العالم فيفا بإذن الله في 2030 في فكرة أنه لوحدها ولا مع مصر واليونان على الأغلب يكون ملف مشترك علشان يبقى الشكل حلو وجوك كريسانو رونالدو ممكن يكون مصوق بشكل أبخر لكن بره الناس بالعقلية مش هتعتمد على دي بس عشان نبقى واقعيين فيه أمور أخرى وتفاصيل كتير قوي لازم نكون نتعلمناها من ملف 2010 لو نفتكر لما مصر تقدمت لأول مرة اللي استضافت للمونديال علشان يبقى فيه شكل مدروس محسوب يمكن الملف بتاع الأولمبياد لمصر 2036 شكله أقوى أنا شايف من الفكرة بتاعة كأس العالم لكن آه فيه شكل تصويقي فيه دعم إن وجود كريسانو رونالدو بالهوية العربية ليه مكسب وللمملكة العربية السعودية مكسب بشكل كبير جدا هيكون موجود حتى التفاصيل الفانية لما ميسي وصل لبريس سان جارما نسبة المتابعة لأولى المباريات لبريس سان جارما ما بعد وجوده على أرض الملعف أول تشكيلة كانت كبيرة جبارة بالنسبة لدورة الفرنسي اللي هو ما كانش أو من الدورات الخامسة الكبرى بس مش هو العالي قوي نفس كلام لكريسانو رونالدو والدوري السعودي والتسويق بيع المباريات البس التلفزيوني مضخات مليا في عواقع اقتصادية كبيرة من وراء الموضوع أكيد ما في المية وعواقع فنية كمان لأن النظرة تبقى للعب السعودي للعب السعودي نحن لم نرى المملكة العربية السعودية عندها محترف وحيد كان معها في كأس العالم فالنظرة هكون مختلفة للعب السعودي ومستوى الأداء الفني بتاع الدوري السعودي بشكل عام هو دوري حلو وعالي بشكل أو باخر طيب خلينا نتكلم عن المركاتو الشتوي والأندية الأوروبية تحديدا اللي يمكن عندها نوع من أنواع المعاناة اللي ظهرت في المباريات الأولى في الدوري الخاص بيها شايف مين الأندية اللي محتاجة تدعيم لصفوفها وهل هيشهد هذا الموسم من انتقالات الشتوية مفاجآت مقدرش أقول مفاجآت كبيرة لأن معظم اللعبين التقال مستقرين في أنديته لكن في بعض الأندية طبعا ده كتير من الأندية أقرب مثال لنا ليفربول اللي احنا منتفرج على مبارياته محمد صلاح دايما بنتابع مباريات ليفربول المشاكل الدفاعية اللي موجودة في ليفربول ترجوى بعض اللعبين زي برجل باندايك على سبيل المثال واجوال ماتيب والبطء اللي بقوا موجودين فيه الحالة دي بيتلاعب عليها بشكل مختلف ليفربول لو له هدفين عكسيين مكان تفوق على ملعبه في المباراة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة في الدورة الإنجليزية الممتاز لكن فيه مشكلة هو دعم بكودي كاجبو هذا لعب الهولندي اللي تقلق مع متخب هولندا في كأس العالم لكن عنده مشاكل دفاعية لازم أن يكون فيه دعم شوية قدرت ليفربول شوية بخيلة نسبيا لكن يبقى أنه فريق كبير بنفس على دورة أبطال أوروبا بعيدا عن دورة الإنجليزية اللي هو تقريبا اللي كان خرج من حساباته لكن فريق محتاج لتدعمات كتير من الفرق في القرى الأوروبية التقيلة اللي بتنفس على الألقاب محتاجة لتدعمات احنا بنكلم دلوقتي عن ريال مدريد على سبيل المثال ريال مدريد في بعض اللاعبين اللي موجودين في نص ملعبه أصبحوا بطاقة حال توني كروز مين اللي هو ممكن يبقى بديل يقدر أنه يسد في هذا المكان وانت بنفس على بطلات كبرة